خلينا نشوف اخر العواج اللي حصلت او اللي صدرت حالا دلوقتي زي ما رويترز كانت بتقول رويترز نزلت مجموعة من العواجل اهو عن مصادر استغباراتية يعني تم التواصل مع القحطاني اثناء الاستجواب عبر الهاتف بتاع المطرب رويترز بتقول محاس سكايب للقحطاني مع فريقه مسجلة وهي بحوزة اردوغان رويترز بتقول القحطاني وجه شتائم لخاشغدي قبل ان يأمر الفريق بالتخلص منه وجلب رأسه رويترز سعود القحطاني تواصل مع قتلة خاشغدي عبر سكايب خلال وجوده في القنصلية دي اواخر اخر ما صدر عن رويترز رويترز وكالة اخبارية مصدقة وليها تاريخ كبير بتقول كده ان القصة كلها العمل المشترك الاعظم في كل العواجل اللي صدرت عن رويترز حالا فيها اسم واحد فقط اسمين يعني القحطاني ومترب القحطاني تردد في واحد اتنين تلاتة اربعة وجاء اسم مطرب في او اردوغانه مرة واسم مطرب مرة وخاشغدي مرة يبدو ان الروايات اللي هنسمعها بكرة البطل فيها على ما يبدو انه سعود القحطاني اللي هو الحقيقة لا شيء هو في النهاية سعود القحطاني واحد من المقربين لمحمد بن سلمان دي اخر العواجل وعشان ما نسبقش ونعمل نفسنا محللين ونركب بقى شخصية المحللين ما نعرفش حاجة رويترز بتقول الكلام ده هل الكلام ده صدقة او لا اه ما نعرفوش لكن استحالة رويترز هتغامر بسمعتها وتنشر كلام زي ده بدون ما يكون عندها ادلة استحالة من المحال ان رويترز تغيرت الغلطة دي دي الحقيقة متفقة الى حد كبير جدا مع الرواية السعودية لكن تختلف في تفصيلية مهمة انا مش بحلل احنا بنقيس بس البيانات الرواية السعودية المقتل جمال خاشغي حاول تلبس العسيري اللي هو نائب رئيس الاستقبارات العسكرية حاول تلبسه القضية لاني بتقول الرواية السعودية الرسمية ان العسيري كان معاه ملف عشان يجيب المعارضين في خارج المسعوديين وكان اول معارضين دي جمال خاشغي فشكل العسيري دي الرواية السعودية الرسمية فشكل العسيري فريق عشان يجيب جمال خاشغي واستعان الفريق ده بواحد اسمه مترب ده لما له من صداقة مع جمال خاشغي وبعدين وصلوا دخل الراجل القنصلية دخل مترب قال له انت عندنا اوامر بان احنا نجيبك معنا ونقعد في حتة ونقضك معنا الرياض فالراجل قال له انت عايزين تخطفوني قال له هنديك حقنا منومة علي صوت جمال خشغي كتم واحد انفاسه مات جمال خشغي جابوا سجادة صلاح الطبيقي يظهر اسمه هنا بقى جاب صلاح الطبيقي جاب سجادة ودوها الجثة لواحد من متعامل من اسطنبول تركي يعني او سعودي مقيم هنا ادولوا السجادة اللي فيها الجثة واخفها دي الرواية الرسمية السعودية اللي كانت بتحاول تشيل الفريق او المشير او اللواء احمد العسيري تشيله الليلة كلها ريترز النهاردة بتقول لا ده سعود القحطاني هو اللي في الموضوع هو اللي ادار العملية وهو اللي وجه شتائم لجمال خشغي وهو اللي قال للفريق وعلى رأسه مترب هتولي رأس الجمال خشغي اذا الفرق به للرواية السعودية الرسمية الصادرة من الديوان السعودي والرواية اللي بتقولها ريترز فرق كبير جدا ده العسيري دي الرواية السعودية ده سعود القحطاني العسيري قد لا يكون قد قد لا يكون لمحمد بن سلمان قصة في الموضوع ده او يد في القصة دي ده الرواية الرسمية لكن الرواية اللي بتقولها ريترز سعود القحطاني وسعود القحطاني كلنا يعلم على وجه الارض الناس عارفة ان ده كائن حشري يعيش على جلد محمد بن سلم بن سلمان هو وتركي قال شيخ اذا الرواية دي قربت شوية من راس محمد بن سلمان الرواية السعودية الرسمية بعدت كتير عن راس محمد بن سلمان على كل حال الرواية السعودية ما تصدقيتش لحد النهاردة ما فيش دولة في العالم محترمة مصدقة الرواية السعودية لكن قبل ما ناخد بس عدم تصديق الرواية السعودية السؤال هل لمصر دور في القصة دي هل تدخل الكتاب والمفكرين ورجال المخابرات المصرية لوضع سيناريو اكثر قبولا من السيناريو العفن الرسم السعودي